أعلن صندوق قطر للتنمية عن تمويله مشروعا للاستجابة الطارئة بقيمة مليون ريال قطري يقوم بتنفيذه الهلال الأحمر القطري مع شركائه المحليين يتضمن توفير مواد غذائية وطبية تساهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المحاصرين والمتضررين في الغوطة الشرقية وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان له أن هذه المبادرة جاءت نتيجة ترد الأوضاع الأمنية في الغوطة الشرقية واشتداد القصف على أحيائها السكنية واستهداف المشافي والنقاط الطبية ضمن حملة عسكرية مركزة وأكد أن هدف هذه الاستجابة العاجلة هو خدمة سكان الغوطة الشرقية المحاصرين وعددهم قرابة 350 ألف نسمة